في الجنوب يسود الهدوء الحذر معظم النقاط الحدودية مع فلسطين المحتلة في وقت أجبر الجيش اللبناني عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات اليونيفل على تصحيح نقطتين إضافيتين على الخط الأزرق في ميس الجبل وإعادة الأسلاك الشائكة إلى الوراء وأوقف العدو عمليات الحفر في منطقة كروم الشراقي عند الحدود في ميس الجبل وسحب آلياته إلى خلف السياج التقني وأبقى على جنوده المنتشرين خلف السواتر قرب الخط الأزرق الوضع على الحدود بحثه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مكتبه في الوزارة مع قائد اليونيفل ستيفانو دالكول الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح